السلام عليكم متابعين الكرام اهلا بكم في قناتنا الاخبارية من المتوقع ان يتم تنقيل جميع الثكانات العسكرية داخل المدن الى الضواحي بعد ان دخل القرار حيز التنفيذ بشكل رسمي وحسب ادارة وكالة المساكن والتجهيزات فقد تم ترحيل ازيد من خمسون ثكنة عسكرية موجودة بعدد من الحواضر مما اسهم في توفير وعاء عقار هام واتحت فرصة جديدة للتنمية العمرانية والمجالية بمدن كبيرة ونقلا عن خبر اوردته يومية المساء فستنقل جميع الثكانات بالبيضاء واهمها الثكنة الكبيرة للبحرية الملكية بالصوري الجديدة التي تشغل مساحة شاسعة ومحاذية لمشاريع عقارية مهمة بمارينا البيضاء وسيتم ترحيل ثكنة عسكرية بشارع للا اليقوت بمركز مدينة الضار البيضاء هذا وعاملت دارة وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية على تشهيد مصالح للدرك الملكي على صعيد كفة مناطق المملكة وجذر بالذكر انه تم تسليم خمسة وخمسون ثكنة عسكرية في حين لازالت اثنان وعشون ثكنة اخرى في طور الانجاز كما تم تسليم منشآت تأذى الطابع امني لفائدة الدرك الملكي اضافة الى الصهر على بناء ثلاثين منشآت اخرى لازالت في طور الانجاز شكرا على المتابعة نعتقد انكم نخبة خاصة تعشق متابعة الاخبار لذا اذا كنت غير مشترك في قناتنا اشترك الان شكرا على المتابعة